طيب تعالوا بقى نروح لقصة التذكر نهاردة عندي جانبين في جانب متعلق بمباراة الاهل وينجا افريكانز التنزاني المباراة دي ان شاء الله هتتلعب الجمعة الجاية الساعة ستة مساء بتوقيت القاهرة الناس كتير هتقول لي تم مباراة يانجا وافريكانز كانت ممكن تتلعب السبت بخلاص الفرقة التانية اتعرف موقفهم لا مدياما تأهل ولا بلوزداد تأهل لان بلوزداد خسر من يانجا في تنزانيا 4-0 يعني حتى لو كان خسر 3 كان يبقى عند بلوزداد امل لان بلوزداد كسب يانجا افريكانز في الجزائر 3-0 ولو كان خسر في تنزانيا 3-0 كان هيستنى الجولة الاخيرة الاهل يكسب يانجا وبلوزداد يكسب مدياما ب2-3 كان بلوزداد هيعدي ولكن دلوقتي المباراة الاخيرة خلاص تحصل حصل حتى لو بلوزداد كسب مدياما 10-0 كده كده يعني يانجا افريكانز تأهل بفرق الموجهات المباشرة وده نفس الامر على فكرة بيتقرر في مجموعة الوداد الوداد لو كسب اسك ميموزا 10-0 وسيمبا كسب 1-0 على ملعبه فريق جالاكس البتسواني اسك ميموزا تأهل مع اسك ميموزا فخلاص مباراة الاهل وينجا هي مباراة تحصل حصل معروف ان الفريتوندل تأهل ولكن هتبقى مباراة مفصلية عشان تحدد من متصدر المجموعة الاهل 9 نقاط يانجا افريكانز 8 نقاط طيب طرح التذاكر بدأ او هيبدأ خلاص خلال الساعات اللي جاية او خلاص السيستم تذكارة فتح باب التذاكر او حجز التذاكر بنتكلم على التذاكر 100 جنيه للدرجة التالتة 200 جنيه درجة اولى 500 جنيه الـ VIP دي الفئات المتعلقة بحضور الجماهير في مباراة الاهل وينجا افريكانز واسعار تذاكر هذه المباراة ولكن الحضور الجماهيري هيكون في حدود 30 ألف زي ما حصل في المباراة الافريقية الماضية نتمنى لما نصل الدور ربع النهاء ان شاء الله يكون فيه عدد أكبر من كده لان خلاص بقى داخلين في مباراة نهائية ومباراة حاسم ايه اللي يهمنا في الحديث على المباراة الاهل وينجا افريكانز طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم هذا اللقاء حكم موقعة بريتوريا هيدير مباراة تحديد متصدر المجموعة الرابعة بين الاهل وينجا افريكانز ناس تقول لي حكم موقعة بريتوريا اه فاكرين مباراة سانداونز والاهلي في دور السوبر الافريقي الحكم البنيني اللي قدر هذا اللقاء وكان فيه علامات استفهام على ادارته لهذا اللقاء النهاردة من خلال برنامج التريند بنعرض لحضراتكم بشكل خاص وحصري طاقم تحكيم الجولة الاخيرة الحكم البنيني لويسا دي جندو حكما لمباراة الاهل وينجا افريكانز طاقم تحكيم من بنين بالكامل معا مساعد اول ايريك ايمافو مساعد تاني لوسيان هوتونونو والحكم الرابع تنسيلا دي جانتشي ده طاقم تحكيم مباراة الاهلي وينجا افريكانز المباراة اللي هديرها طاقم تحكيم من بنين موقع تبريتوريا اللي انتهت بفوز مامورد سانداونز بهدف مقابل لشيه كان فيه رقل الجزاء للنادي الاهلي حكم كان غريب جدا في تدخلاته في العنف اللي كان موجود في ارضية الملعب ما كانش ليه قرارات حاسمة فبالتالي هو اللي تم اسناد ليه ادارة هذا اللقاء جماهير الاهلي بتتفرج علينا في التريند وتقول لي هو ايه الحكاية الفترة الاخيرة حكم كلهم صف تاني وثالث ليه في مباراة الاهلي حكم من بنين حكم من جانبيا حكم معرفش منين الحكم اللي اداره يعني الفترات الاخيرة التلات مباراة المتتالية سواء مباراة بلوزداد مباراة ميدياما مباراة يانج افريكانز فترة الحالية حكم الصف الاول او حكم النغبة الاليت اي والبروفيشنال مرتبطين بمعسقر في قطر استعدادا لكأس العالم فتلاتاشر حكم هم الابرس في القرى الافريقية مش موجودين في الجولة دي وبالتالي تم الاستعانة بهذا الحكم اللي ادار في كأس الامم مباراة واحدة بس ورجع بعدها فبالتالي هو حكم مستوى ونتائجه غريبة ومستوى ونتائجه مش جيدة ولكن حكم بيلقى مسندة قوية جدا من لجنة حكام الكاف اللي رئيسها حاليا سليستين البنيني مواطنه هو لويس دي جندو والمعنى في بطن الشعر هذا الحكم على فكرة مرشح انه يدخل قيمة البروفيشنال في القيمة اللي بتعد حاليا من الكاف عشان يكون من افضل عشرين حكم على القرى الافريقية انا بقول لكم معلومات ولكن طبعا انتو بتاخدوا المعلومة وبتعملوا القياس على المستويات والمباريات طبعا بتلاقوا المعلومة في اتجاه والمستوى والقياس والنتائج في اتجاه تاني خالص ولكن هو ده التحكيم في افريقيا خلال الفترة الحالية طيب ترجمة نانسي قنقر